مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أحدث الأخبار المحلية البداية مع ردة فعل الشعب الجزائري والحملة الموجهة للرئيس سببون وذلك على إطر تصريحات أحمد العرابة رئيس ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور الذي فاجأ الشعب الجزائري بالأمس بكشفه عن خطته لتجاري الدستور الجزائري من هوية الشعب الراسخة بينها الدين الإسلامي وإزالته من الدستور حيث كانت ردة الشعب سريعة خصوصا مع جهة العرابة الذي يبدو أنه لا يعلم أن حتى الدول الغربية تعتمد على الهوية والدين في دستيرها وأبرزها مثلا أمريكا التي قام رئيسها ترامب مؤخرا برفع الإنجيل وعند تعين أي رئيس ينصف في الكنيسة أولا كما تدع العديد من الدول الغربية عبارة دينية على عمولتها النقدية والصالب على رياتها الوطنية لهذا طلب الشعب الجزائري الرئيس بون بالتدخل لأن الوضع أصبح لا يطاق من الاستفزازات المستمرة لهذه اللجنة التي عرضت العديد من المواد مشبوهة في الدستور اعتبرها الجزائري يونانية في تقسيم البلاد والآن مسل توابط شعب الجزائري الواحد حتى إلى الدين الإسلامي لتأتي التصريحات التي أفضت غدب المواطنين بقول العربة حسب زعمه أن الدستير موجهة للمواطنين وليس للمؤمنين ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها من الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمزغيا ولا مسلما وحسب الدعائه أن الشعب غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة وأدف أن خطتهم في التقدم بالتدريج لإزالة كل مكونات الهوية من الدستور مستقبلا وهو تصعيد غريب وصادم للجميع لهذا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار تحرك فعلي من السلطة كي لا يزيد الإحسيقان أكثر لأن هناك توابط يرفض الشعب أن تمسى بأي شكل من الأشكال ورد الفعل القوي من الشعب الجزائري خير دليل على ذلك فما رأيكم في تصريحات المدعو العرابة؟ اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق